افتتح محافظ مطروح خالد شعيب سوق سيوى الحضاري ومحطة الرفع الفرعية رقم ثلاثة لمشروع الصرف الصحي بسيوى وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بداية جديدة لبناء الإنسان تواصل رحلاتها في أنحاء الجمهورية ووصلت هذه المبادرة الرئاسية الهامة إلى سيوى والهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وفي إطار المبادرة جاء افتتاح السوق سيوى الحضاري الجديد الذي يقع على مساحة 1260 متراً ويتكون من 25 محال وبكية ومن المخطط التوسعة لاستيعاب مزيد من الباعة بالسوق الحضاري